اسمحولي معلش في البداية كده أبدأ كلامي قبل ما أبدأ الحلقة أصلا عشان لازم الواحد يبقى متابع ولازم الواحد يبقى عنده دراية ولازم الواحد يبقى مركز قوي في الفترة اللي هو فيها دلوقتي الأهلي لو حنيجي نتكلم مع حضراتكو عنه ونوصف الحلقة العامة الأهلي في وضع صعب ماقدرش دلوقتي أطلع وأي إعلامي يطلع يقول لحضراتكو الأهلي زي الفل الأهلي ما فيهوش أي أزمة لا إحنا عندنا أزمة إحنا عندنا أزمة وأعتقد إحنا كمان المباريات اللي جاية عندنا كمان للأسف الشديد ما كناش نتمنى ده أبدا أبدا بس عندنا عدد كبير من اللاعبين مش هتبقى موجودة بسبب الإصابات يعني قلنا الكلام ده قبل كده وحنفضل نقوله تاني لإن إحنا محتاجين حل يعني من أصل المشكلة بقى مش هنقعد إن إحنا زي ما بيتقال كده نحاول نزبط ونحل ومش عرف نعمق إيه لا إحنا عايزين أصل المشكلة نوية حل اللي بقاله تقريبا موسمين لحد دلوقتي عندنا تلاحم للمباريات غير طبيعي غير مسبوق في العالم كله تاني غير مسبوق في العالم كله زي ما حضراتكم عارفين مفيش بلد في الدنيا أبدا بيحصل فيها اللي بيحصل عندنا ده حاجة مش طبيعية وبالتالي ده حيبقى لي إنعكسات على الأرض أكيد غير صارة تماما لما تيجي تتكلم عن الأهل وتيجي تتكلم تحديدا عن اللعيبة وتتكلم عن الإصابات أنت بسبب التلاحمات دي عندك إصابات شديدة جدا والوضع اللي إحنا فيه إحنا عندنا إصابة محمد شريف خليني بقى أقول لحضراتكم بالأسامي عندنا إصابة عمر السلية عندنا حسين الشحات عمار حمدي أكرم توفيق ده غير طبعا اللعيبة اللي بتعاني كمان من إجهاد ومشاركتها بنتكلم طوال 90 دقيقة فأكيد أكيد صعب جدا إن إحنا نكمل بهذا الشكل الحل اللي هو من الروتس زي ما بيتقال أو إن إحنا نلاقي حل أساسي بيحل لنا أصل المشكلة يعني إحنا يا جماعة هنكمل كده الموسم اللي جاية كمان ولا لأ بغض النظر عن النقطة دي الحل اللي إحنا دلوقتي أعتقد محتاجينه هو فكرة الروتيشن بين اللاعبين المتحين زي ما بيتقال عندنا ونمنح كمان الصعيدين حديثا طبعا للفريق الأول فرصة أكبر عشان نقدر إن إحنا نعتبر عليهم عندك برضو أسماء محترمة جدا عندك كريم فؤاد عندك زياد طارق عندك غيرهم كتير فيه كمان قاعدة إحنا مفروض دعرفها في الأهلي وهي فكرة إن مفيش حد بديل وحد أساسي يعني أنت عندك فريق متكامل مفيش بديل وأساسي والبديل هو اللي لا ما يخدش فرصة لا الأساسي هو اللي لازم نعتمد عليه الكلام ده مش مظبوط أي حد بيلبس تي شيرت الأهلي هو مفروض بيكون على قدر المسئولية وبيقدر أنه يحقق النتائج الجيدة اللي طاليق بهذا النادي فلازم يكون فيه إصرار لازم يكون فيه روح لازم تكون فيه شخصية النادي الأهلي مع أي لعب ينتمي ليه فيش بقى أساسي وبديل والكلام ده مش عندنا ما أعتقدش إن احنا هنقدر نعمل أي حاجة حاليا في الفترة اللي احنا فيها دي غير إن احنا ندعم غير إن احنا نساند الفريق بتاعنا غير إن احنا نتمنى كمان الشفاء طبعا للعاجل لكل لعابتنا كل التوفيق يا رب لكل لعب موجود دلوقتي بيحمل يعني اسم النادي الأهلي نتمنى نتمنى ما يكونش فيه إصابات تاني حاجة صعبة جدا حالفضل نقول هذا أو هذه الجملة الأهلي بمن حضر الأهلي فعلا بمن حضر وده مش كلام الأهلي أثبت لنا على مدار سنوات طويلة جدا إن الأهلي بمن حضر لعبين أكيد قادرين إن هم يثبتوا المقولة دي وأثبتوها قبل كده وحيثبتوها كمان في المستقبل يعني مواقف صعبة كتير عدت علينا لو نفتكر كمان ونرجع بالتاريخ أنا أحب دايما لما أقول حاجة نستشهد بالتاريخ إنا كنا في مانديال الأندية كنا نقصين قدقية كنا نقصين الدوليين وقدرنا إن إحنا نقصد برونزية العالم طبعا لعام التالي على التوالي الحمد لله رب العالمين دي حاجة كويسة جدا وده أو ده بيأكد لنا قدقية إحنا لعبتنا لعيبة تقيلة لكن تاني خلينا نبقى متفاهمين الصورة وإحنا بنزعل خلينا نبقى متفاهمين الصورة وإحنا بنغضب حتى التلاحمات اللي موجودة صعبة جدا غير مسبوقة يا جماعة ما حصلتش ولعيبة دول برضو بني أدمين أنا مش بدي أعذار ومش تالي أقول لحضراتك لأ إحنا مش منحققكم تزعلوا ومش منحقنا نغضب لا طبعا منحقنا ومنحقنا نزعل جدا على الكاس ومنحقنا أن إحنا نطالب بالدوري ومنتنزلش عنه على فكرة بس معلش الصورة بس تبقى واضحة أكتر من كده وحتى وأنا بغضب منساش إن أنا دوري دلوقتي كجمهور إن أنا ساند اغضب بس ساند ما تخليش الروح لإننزامية توصل للفريق وحضراتكم الموضوع على فكرة ده تويتا ممكن تأثر الموضوع مش قصة يعني هو حد هياخد باله أبي ياخدوا بالهم أبي الكلام السلبي بيقصى بشكل كبير إحنا مش عايزين ده مش عايزين ده الأسباب كتيرة منها اللي أنت مش عايز حد يشمت فيك مش عايز حد من بره يجي يقول بص حتى الجماهير بتاعت النادي الأهلي مش ببقيتش طيقاهم إحنا مش عايزين نوصل لده أبدا إن إحنا مش كده إحنا بنكلم إن إحنا على الحلوة وعالمرة والنادي أهلي ياما فرحنا والنادي الأهلي ياما أسعدنا كان فيه فرق تانية ما بتجيبش حاجة خالص وإحنا اللي كنا عمليين نكسب 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 حتى كانوا بيقولولنا وبعدين حتى بدأت تكسبوا لإمتى ولا إحنا نسيين لا نرجع للتاريخ اللي بينسى يرجع للتاريخ عندنا ماتشاط مهمة وماتش مهمة طبعا أمام المقصة بإذن الله بكرة وأكيد إحنا محتاجين التلات نقاط وبإذن الله كمان ما نفردش في أي نقطة لأنه ما عندناش رفاهية أصلا الموضوع ده في الفترة القادمة ده كده الوضع أو دي الصورة بشكل كده سريع جدا